اشتركوا في القناة لما نتكلم عن هذا نقول أن أكثر هذه القطاعات تأثرا كانت قطاع السياحة بالفعل تأثر قطاع السياحة بشكل كبير جدا وأدى إلى تدهور الأحوال السياحية ولكن في الفترة الأخيرة كان هناك العديد من الخطوات الإيجابية التي قامت بها الدولة والتحصن في الوضع والاستقرار السياسي والأمني أدى بالفعل إلى تحصن السياحة بشكل ملحوظ ولكن خلال هذه الفترة بالتأكيد كان هناك نوع من القلة في العمالة المدربة التي بالفعل لجأت إلى البحث إما عن وظيفة أخرى أو إما عن فرصة عمل بالخارج هذا أدى إلى حدوث نوع من الخلل إلى حد ما في العمالة المدربة في قطاع السياحة الموضوع لم يمر مرور الكرام ولكن كان محل اهتمام القيادة السياسية والأجهزة المسؤولة ومن أهمها طبعا وزارة السياحة من أجل هذا كان الاهتمام بتدريب وكفاءة العاملين في قطاع السياحة من أجل النهوض بالسياحة مرة أخرى واستعادت مكانة مصر السياحية على الخريطة العالمية بما يليق بالموارد اللي ربنا سبحانه وتعالى حبان بيها سواء كانت موارد طبيعية أو تاريخ وحضارة كبيرة جدا محل اهتمام العالم كله النهاردة من خلال لقاءنا مع حضراتكم في الاقتصاد والناس هنشوف ازاي بيتم بالفعل النظر الى تدريب وتأهيل العاملين في قطاع السياحة في الوقت الحالي ايه احتياجاتنا وايه المردود اللي هيكون مش بس على قطاع السياحة لكن على الاقتصاد المصري بشكل كبير جدا واسمحوا لي في هذا اللقاء ان انا رحب بضيفي اللي مشرفني برحب بقى الاستاذ اشرف احمد ابراهيم رئيس مجلس تنافسية السياحة والسفر بالمجلس الوطني المصري للتنافسية اهلا بك يا فاند اهلا بحيط منورنا استاذ اشرف يعني خليني في البداية اقول النهاردة حال السياحة في مصر خاصة بعد كل العقبات اللي مر بها هذا القطاع من عام 2011 وحتى الان طبعا حياتك عام 2011 قطاع السياحة تأثر جامد جدا وبالذات بالنسبة للعمالة النقطة اللي حياتك ذكرتيها نظرا لان تأثر الاعداد السائحين القادمين لمصر تأثر الايرادات السياحية ومما ادى الى ان فيه جزء كبير جدا من العمالة المدربة اللي كان تم تدريبها في السنوات السابقة ثابت القطاع واتجهت الى اعمال اعمال تانية اعمال اخرى بعد كده لما بدأت السياحة بتعود تدريجيا بدأ الاتجاه ان احنا عملية التدريب والتدريب حياتك لنوعين من الموظفين نوع من الموظفين الحاليين اللي هم موجودين حاليين ولكن بقى لهم مدة ما كانش بيمارسوا العمل او بيمارسوا بجزء بسيط شوية واتجاه التاني اللي هو ازاي نبدأ نضخ دماء جديدة في القطاع السياحي وبالذات القطاع الفندقي وعشان كده حياتك الوزارة مع الاتحال المصري للغرف السياحية مع غرفة شركات السياحة وغرفة الفنادق المصرية في حياتك خطة لتدريب اعداد من العاملين وفي نفس الوقت تدريب بعض الشباب وتأهلهم لسوق العمل بالتأكيد ده شيء مهم جدا يعني الاعداد الخاصة بالعمالة المدربة بتعاني بالنقص شديد جدا في الفترة الاخيرة ولكن النهاردة علشان يكون عندي رؤية لهذا الموضوع لابد ان انا يكون عندي قاعدة بيانات متكاملة اقدر من خلالها اشوف احتياجاتي قد ايه والموجود قد ايه وازاي ده هيتم في الفترة القادمة باذن الله هل ده متوفر بشكل كبير بيتيح لنا فرصة تنافسية ما بين الدول اللي ربما تكون الفرصة سمحت لها في الفترة الاخيرة انها يكون لها نصيب اكبر من السياحة خاصة في ذلك الظروف اللي تعرضنا لها موجود ولكن مش بجزء كبير الجزء اللي موجود حاليا اللي هو احنا بنبص لنظرة التدريب من اجل التدريب تماما وبالتالي ده حياتك انا ببدأ ادرب عشان اأهل العاملين في الخطاع او ابدأ في مدة قصيرة وبسيطة جدا اقدر اضخ دماء جديدة ولكن طبعا لو احنا عايزين نتكلم على حياتك على خطة مستدامة ورؤية شاملة للتدريب والارتقاء بمستوى الخدمات في قطاع السياحة لا لازم حياتك يكون الرؤية اكبر من كده لازم الرؤية حياتك يبقى لازم نبص زي ما بنقول لو احنا هنبص لـ 20-30 يبقى احنا احتياجاتنا هنفتح كام غرفة فندقية هيبقى عندنا عدد السائحين قد ايه محتاج اأهل قد ايه من المرشدين خليني اقدر حياتك مثلا مثالين بصوات علشان اوضح الجزئية دي للمشاهدين لو انا النهاردة بقول ان انا مستهدف مثلا بعض الاسواق الجديدة للسياحة عشان عايز افتح اسواق جديدة على سبيل المثال ممكن ده انا بقولها على سبيل المثال ممكن يكون مثلا عدد عايز ارتفع بعداد السائحين القادمين من الصين عايز ارتفع او عايز ابدأ انزل جزء جديد مثلا زي امريكا الجنوبية واستهدف السوق ده يبقى هنا انا محتاج مرشدين بيتكلموا اللغة الصينية ومحتاج مرشدين بيتكلموا اللغة الاسبانية ده لازم يرتبط ان انا لازم في خلال العشر سنين اللي جايين اعارف انا مستهدف كام سائح وبالتالي انا بأهل كام مرشد ده بالنسبة مثال مثلا للمرشدين لو احنا بنتكلم على الفنادق طب انا لو انا مستهدف في الفترة القادمة لو حفتح عدد من الغرف الفندقية في خلال العشر سنين اللي جايين لو مثلا 250 الف غرفة فندقية يبقى لازم احدد الاحتياجات بالزبط بالنسبة للوظائف المختلفة وببدأ اأهل الكلام ده ولازم يكون فيه تعاون طبعا مع وزارة التربية والتعليم ومع التعليم العالي طيب خلييني اقول حاجة ان ربما دي تكون عمالة مباشرة بالنسبة لقطاع السياحة لكن قطاع السياحة بيمتاز الحقيقة انه هو بتتدخل فيه جميع العناصر سواء كانت عمالة مباشرة او غير مباشرة السائح بمجرد وصول الطائرة الخاصة بيه الى ارض المطار هنا دي مسؤولية كل القائمين عن استقبال هذه الافواج السياحية لان ده برضو بيشمل يعني نوع من الرد الفعل او الانطباع اللي بيكون لدى السائح منذ بداية وصوله هل هنا هيكون المنظومة متكاملة بحيث ان يكون فيه نوع من الاختلاف في ادارة المنظومة الخاصة بالتدريب والتأهيل لكل من يعني يتعلق عمله بقطاع السياحة لا للأسف مفيش حياتك خطة بتغطي الجزء الكبير اللي هو او القطاع الكبير اللي ممكن السائح بيحتاج كبير من ساعة وصوله لحد مقدرته اعتقد عندنا تجربة كويسة جدا حياتك في الاردن الاردن حياتك عملت تجربة اللي هي لتدريب وتوعية المواطنين الاردنيين باهمية السياحة واهميتها بالنسبة لكل فرض شغال زي ما حياتك قلت قطاع السياحة مش بس عمالها مباشرة انما احنا عندنا حوالي ممكن 92 او 94 صناعة مرتبطة ده بتبقى اكتر يعني الاعداد اكتر في القطاع الغير مباشر طبعا القطاع الغير مباشر يخش حياتك حوالي 94 صناعة مرتبطة بالسياحة وبالتالي حياتك السائح لما حينزل لما حيجي حيتقابل في الاول مع الزابط بتاع الجوازات حيتقابل برا مع سواء التاكس حياتك لو هو مثلا في القصر او في اسوان مع سواء الحنطور الناس دي كلها حياتك محتاجة توعية ومحتاجة نوع من التدريب كيفية التعامل مع السائحة صحيح لان يمكن احنا حتى بنشعر بيها واحنا متوجهين لاي دولة من الدول من بداية وجودنا في مطار هذه الدولة بنشوف الانطباع بنشوف الابتسامة في اللقاء بنشوف الاجراءات والتسهيل وعدم التقايد بروتين بشكل او باخر ده مش انطباع خاص لكن ده كل اللي بيعمل في قطاع السياحة او بيسافر مفروض ان احنا نستفيد من ده ايه اللي تم بقى في الفترة الحالية وازاي الدولة بالفعل تنبهت الى هذا الموضوع والقطوات اللي خدتها هشوف وتابع مع حضرتك هذا الموضوع لكن اسمح لي في البداية نشوف هذا التقرير ونعود بعده مباشرة يمثل قطاع السياحة احد اهم القطاعات التي توليها الدولة اهتماما كبيرا لذلك تهتم الدولة بتطوير ذلك القطاع بصورة كبيرة منها تخريج عمالة سياحية مؤهلة لخدمة القطاع الذي ترتكز احد محاوره على الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين بالقطاع وربط المناهج التعليمية الفنية باحتياجات سوق العمل بالنسبة للسياحة اعتقد انها بتوفر فرص عمل كتير لان السياح لما بيدخل مصر ما بيعتمدش على دخوله بس في الطيران لا كل الناس اللي حواليه بتشتغل فاعتقد انه بيدي فرصة كبيرة جدا للناس انها تستفيد يعني السياحة ده مهم جدا بالنسبة للدولة بالنسبة للدولة من ناحية انها بتشغل نسبة عمالة كبيرة جدا هذا والنرة بالنسبة ليتشغل د تدام سياحة مهمة في البلد وشوية little 8 زيادة الدخل وزيادة فرص عمل السياحة مهمة اولة للبلد سياحة جاية عليها وقت كانت مصدر نمبر ون في الدخل الاقتصادي فهي محتاجة شوات تدعيم طبعاً السياحة دي بتخلق كتير قوية يعني من نسبة لشغل ومن نسبة لدخل البلد ويعني فيها كذا مرحلة يعني مرحلة شغل فيه ناس مش لاقي شغل السياحة بتخلق لها شغل وفي نفس الوقت بتدخل قراط للبلد والسياحة لها يعني أساسات أولها السياحة الفندقية اللي تريحي بها الساعة ويرجع واخد صورة جيدة وكويسة عن الشعب وعن الوطن مصر فهي مهمة لنا زي ما قلنا اقتصادياً وإعلامياً برجع لحضركم مرة تانية مشاهدينا شفنا وتابعنا هذا التقرير الحقيقة يعني أعتقد أن كل مواطن مصري أصبح على دراية ووعي شديد جداً بأهمية السياحة ودورها في دعم الاقتصاد المصري وزي هو كمان بيكون عنصر فعال في هذه المنظومة المتكاملة لكن هناك إجراءات وخطوات تنفيذية قامت بها وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية والغرف السياحية وأيضاً الأجهزة المعنية بتدريب وتأهيل العمالة في مجال السياحة إيه هي الخطوات دي ده اللي أعرفه من ضيفي واسفهولي مرة تانية أنا أرحب بالأستاذ أشرف أحمد إبراهيم رئيس مجلس تنفسية السياحة والسفر بالمجلس الوطني المصري للتنفسية أهلاً بحرك مرة تانية أهلاً بحرك مرة تانية إيه اللي بيحصل بقى دلوقتي يا فندق من أجل إتخاذ خطوات تنفيذية لتدريب وتأهيل العمالة في مجال السياحة حالياً حياتك وزارة السياحة بالتعاون مع الاتحاد المصري الغرف السياحية وغرفة شركات السياحة والسفر وكذلك غرفة الفنادق المصرية والغرف السياحية المختلفة سواء بالنسبة للغوص أو بالنسبة للمنشآت السياحية في حياتك خطة لمدة 3 سنين اللي جاية لتدريب حياتك عدد من العاملين في هذا القطاع جزء منهم وجزء تاني حياتك ده تأهيل الشباب لسوق العمل ودول حياتك ده جاي بمنحة من الاتحاد الأوروبي وده برنامج في مصر حالياً اللي هو تحت مشروع اسمه تيفات احنا حالياً في مرحلة تيفات 2 حياتك ده مشروع الإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني ده حياتك بالتعاون مع وزارة السياحة ومع الاتحاد والغرف بيعملوا على التدريب بالنسبة ليه المدارس الفنية السياحية؟ بالنسبة للعملين في القطاع مباشرة للعملين في القطاع السياحي والجزء الثاني خاص بالتعليم الفني وتأهيلهم لسوق العمل وهنا حياتك احنا محتاجين كنظرة مستقبلية محتاجين نحن نحط حاجتين اولاً رقم واحد بالنسبة للتعليم الفني احنا محتاجين حياتك التعليم الفني احنا عندنا بعض التجارب النجحة اللي موجودة في مصر على سبيل المثال عندنا مثلاً المدرسة الفندقية اللي موجودة في حياتك لازم أربط الجزء عملي مع الجزء النظري ما ينفعش أنها تكون نظري فقط ولكن لازم تكون مدة معينة نظري ومدة معينة عملي أو تلات ايام وثلات ايام زي ما يتحدد بالنسبة للبرنامج والجزء العملي التدريبي ده لازم يكون له نسبة في نسب النجاح ودرجة من الدرجات اللي بيحصل عليها الطالب مش مجرد أنه بيروح لمدة شهر هل تم التعاون مثلا مع وزارة التربية والتعليم والقطاع الفني بأن احنا بالفعل لابد نكون في صدد إنشاء بروتوكول للتعاون معهم يتيح الفرصة للطلبة والطالبات للتدريب والتأهيل زي ما حضرتك تفضلت وقلت بأي اسلوب أو بأي طريقة يتفق عليها في حياتك بعض البروتوكولات ولكن احنا محتاجين ان احنا نوسع الكلام ده ولازم يكون على مستوى المدارس الفندقية كلها تمام ولازم نغطي كل التعليم الفني اللي موجود اللي خاص بقطاع السياحة برضو حياتك في نفس الوقت احنا عندنا بعض المنظمات اللي هي الغير حكومية الانجي اوز دول بياخدوا بعض المنح للتدريب في القطاع السياحي النهاردة اصبح عندنا دول بيدربوا في السياحة ممكن حياتك وزارة الهجرة عندها برضو بتدرب حياتك وزارة القوى العاملة بتدرب احنا محتاجين يبقى فيه أمبريلا ومظلة مظلة واحدة علشان حياتك يبقى هنا احنا بنوحد المناهج التدريبية وبنوحد حياتك اللي بيتم تدريبه للطالب او للقائم بالدور ده او المواطن اللي انا بأهله الشاب اللي انا بأهله انه هو يدخل لسوق العمل وضعين في الاعتبار ان حياتك قطاع السياحة ده فعلا المصنع اللي حياتك ممكن من بكرة تدوري المكان وممكن يبدأ يشتغل ويبدأ يفتح فرص عمل للشباب وممكن حياتك يبدأ يساعد بالنسبة للعملة الصعبة في كل المجالات يعني زي ما بنقول قطاع السياحة ربما يكون بتكلم عن قطاع العاملين بشكل مباشر لكن يعني سواء التكس حركة النقل بيتسفيد من السياحة البزارات بتسفيد من السياحة يعني المطاعم الكافيات كل ده بيتسفيد من قطاع السياحة لكن مطلوب ان احنا نعرف ازاي بالفعل يكون عندنا نوع من الوعي بالمسئولية اللي بيقوم بيها اي مواطن تجاه السائح الموجود في بلده يعني الاجراءات الروتينية برضي فاندم وربما الخطوات اللي بتتم محتاجين ان احنا نعيد النظر فيها هل حضرتك شايف ان ده بالفعل يعني محط اهتمام ايضا في الفترة الحالية وهناك نوع من التغيير في الخطوات اللي بيتم اتباعها اعتقد حياتك ان لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة سيادة النائب عمر صدي اعتقد ان هما شغالين على بعض القوانين وبالذات قانون السياحة الموحد لان احنا حياتك عندنا عدد كبير جدا من القوانين والقرارات اللي بتنظم السياحة واللي ممكن بعضها يكون متضارب مع بعض اعتقد حاليا شغالين على القانون السياحة الموحد ولكن في نفس الوقت حياتك ذكرتي نقطة مهمة جدا التدريب مش بس للعاملين المباشرين اللي بيعملوا في قطاع السياحة ولكن النهاردة عندنا الحرف اليدوية الحرف اليدوية ممكن حياتك بتندسر النهاردة انا محتاج اعمل تدريب وخل شباب جديد وكوادر جديدة للعمل في الحرف اليدوية اللي هي مشهورة بيها مصر واللي هي خاصة بقطاع السياحة ومحل اهتمام السائح يعني اي سائح بيكون موجود بيبقى لازم بيبقى معاة تسكار من البلد اللي موجود فيها واعتقد يعني الحضارة المصرية عندها كتير او يتقدموا لكل السائحين اللي بيكونوا متوجدين فيها طبقا للتنافسية فاند احنا فين في مجال التنافسية سياحيا ما بين دول العالم حياتك بالنسبة للتنافسية حياتك المنتدى الاقتصادي العالمي في ديفوس في سويسرا اللي هو بيجتمع حياتك كل سنة بيطلع تقرير خاص بتنافسية الدول ده بصفة عامة ونظرا لأهمية السياحة بيطلع تقرير خاص بتنافسية السياحة والصفر ده بيصدر كل سنتين وبيحدد حياتك بعض العوامل والمؤشرات اللي بيتم تقييم الدول عليها من ناحية بنية تحتية من ناحية عدد المطارات بالنسبة حياتك بالنسبة للقوانين بالنسبة للتدريب كل ده حياتك بيتحط في الاعتبار عناصر مهمة جدا بتتحط في الاعتبار احنا حياتك في الفترة اللي فاتت طبعا حصل عندنا طفرة كويسة جدا لان احنا كنا تراجعنا بعد ما حياتك كنا في من الخمسين الاوائل احنا وصلنا كنا حياتك لخمسة وستين والسبعينات اعتقد ان احنا حياتك دلوقتي حاليا اتقدمنا اخر مرة اتقدمنا حوالي عشرين او خمسة وعشرين مركز بالنسبة للسياحة بالنسبة للتنفسية يعني ربما هذا تقدم برضو تقدم يعني متواضع جدا طبقا لامكانياتنا ولموردنا السياحية احنا اعتقد من اكتر البلاد اللي فيها موارد طبيعية وبشرية وحضارية يعني من المفترض ان احنا يكون لنا مكانة اكبر من ده بكتير حريك ذكرت بعض التجارب اللي بالفعل كانت مفيدة للدول اللي قامت بيها النهاردة انا محتاجة تجربة معينة ولا محتاجة برنامج متكامل يعني الحريك شايفوا ايه في الفترة الحالية يجب التركيز عليه للمهوض بالسياحة بشكل عام محتاج حياتك برنامج هذا البرنامج يكون حياتك بيغطي المنتجات السياحية المصرية المختلفة زي ما حياتك قلت مصر غنية جدا بمواردها الطبيعية وبالمنتجات السياحية احنا حياتك عندنا اكتر من منتج سياحي وده مصر بتتميز به عن دول كتيرة جدا في عندنا دول كتيرة بتقوم بمجرد بمنتج واحد بس على سبيل المثال لو حياتك بنتكلم على تونس بتتكلم على سياحة الشواطئ احنا عندنا 2000 كيلو سياحة شواطئ عندنا السياحة الثقافية طبعا مش هنتكلم عليها كفاية بس نقلقه صور فيها تلت أثار العالم عندنا حياتك السياحة وفيها ممكن تانية المفروض القي الدوق عليها سياحيا ربما تكون مش موجودة بشكل يعني كما يجب أن تكون لكن كل محافظة من المحافظات مصر فيها معالم سياحية يجب أن يتم التركيز عليها وعلشان كده حياتك احنا يفضل أن بدل ما احنا حياتك بنشتغل على تسويق مصر والدعاية لمصر كدولة ولكن أن احنا حياتك نقدر نقسم مصر لمناطق والزونز ممكن تتقسم لخمس أو ستة أو سبعة مناطق ولأن كل منطقة لها المميزات الفريدة بتاعتها والمنتج المختلف السياحي لو أنا بتكلم حياتك على القاهرة والسعيد عندنا سياحة الادفانشر والمغامرات والعلاجية والشاطئية العلاجية حياتك والصحية والاستشفائية ده حياتك مجال كبير جدا ممكن مصر تتبوأ فيه مركز مهم جدا بالنسبة بالذات للبلاد العربية وبالنسبة لأفريقيا محتاجين حياتك ان احنا نبدأ نحط بعض القوانين الخاصة بالسياحة البيئية والسياحة العلاجية واعتقد ان فيه مجلس معمول للسياحة العلاجية ونبدأ حياتك كل نوع من الانواع دي يبدأ حياتك له مجلس بيشتغل على انه بيحط له مواصفات ومميزات وكريتيريا ومين اللي يشتغل من فعش حياتك ان الشغل يبقى مفيش حد بيفهم في كل حاجة ومفيش حد بيشتغل في كل حاجة مهم جدا التخصص ازاي اقدر اقيم الاداء وزاي اقدر اقول انا بالفعل يعني بسير في الاتجاه الصحيح بحق النتائج اللي انا بهدف اليها وابدأ اعمل نوع من التقييم لهذا الاداء والاحتياجات في الفترة القادمة مهم جدا حياتك ان لازم يكون عندي الاهداف الابجكتبز بتحتي ولازم يكون عندي الفيجين والرؤية ولازم اكون ابعارف انا هحقق الاهداف دي ازاي لان لو معنديش اهداف انا مش هقدر اقيس ازاي ان انا التقدم بتاعي كويس لو انا حياتك بعمل كل يوم بعمل نفس العمل اللي انا بعمله كل يوم هجيب نفس النتيجة انما لازم يكون عندي حياتك الهدف والرؤية ايه النقطة اللي انا عايز اوصل لها مهم جدا ان احنا حياتك نحدد هل انا عايز اشتغل على اعداد سائحين ولا على الاراد السياحي اللي مهم من وجهة نظري الارادات السياحية اكتر منها اعداد السائحين لان انا ممكن اجيب دي متعلقة بالكواليتي او بجودة السائح بجودة السائح لان حياتك احنا للأسف في الفترة اللي فاتت نزلنا بالاسعار كتير جدا ونظرا لان احنا نزلنا بالاسعار بنواجه مشكلة ان حياتك عشان ترتفع بالاسعار ما تقدريش ترتفع بيها ارتفاع سريع او كبير انما محتاجة ترتفع بيه تدريجيا ده جزئية مصر حياتك معروفة ان هي من الدول الرخيصة سياحيا وجاية في المرتبة رقم اتنين في تقرير التنافسية من ناحية السعر وده حياتك بيخلينا ان احنا بيلفز بعض السائحين اللي هما الانفاق بتاعهم انفاق سياحي عالي بالزبط كده اذا لابد ان احنا يكون عندنا نوع من الرؤية زي ما حضرتك تفضلت وقلت عندنا نوع من البرنامج المحدد الخطوات متابعة وتقييم ما يتم من اجراءات ده شيء مهم جدا وده الاعتقد هيكون محل اهتمام في الفترة القادمة من قبل المسؤولين وبنتمنى ان يكون ليه ايضا العائد على قطاع السياحة وعلى الاقتصاد المصري ككل بإذن الله ان شاء الله انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ اشرف احمد ابراهيم رئيس مجلس تنافسية السياحة والسفر بالمجلس الوطني المصري للتنافسية الف شكر لحضرتك يا فندم نورتين شكرا فندم بشكر كمان كل اللي تابعونا بكرة بإذن الله لقاء جديد وموضوع جديد في الاقتصاد والناس إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر